اشتركوا في القناة في الاندلس حضيت المرأة بمكانة كبيرة في الاندلس وايضا كانت المرأة عالمة وكاتبة وشاعرة والمرأة في الاندلس الها مكان كبيرة وايضا بالنسبة للمرأة كان الشعر اللي بتهتم فيه ثلاث اغراض رح يجيب لك سؤال في الوزارة ما هي اغراض شعر المرأة اغراض شعر المرأة الفخر المدح وايضا عندك ايش فخر مدح وصف اتذكر فخر مدح وصف تقدر تختصرهم بكلمة فمو الفاء يعني فخر الميم يعني مدح الواو يعني وصف بالنسبة للمرأة كانت تستخدم الفخر وذلك للمباهى بنفسها وكبريائها وأيضا متنفس لها أما كانت المرأة تستخدم المدح وذلك من أجل التعبير عن مشاعر الود والإحترام وأيضا كذلك الأمر رفع مظلمة وهذه الوصف كانت المرأة تستخدم الوصف مثل الشاعر حمدة في وصف وادي أش عندما كانت تتفيأ في ظلاله وكانت الحصى تبدو كأنها عقود قد انفرطت في ذلك الماء فيسرعن النساء إلى تلمس عقودهن طبعا من شدة نقاء وجمال الماء خصائص شعر المرأة ثلاث أول إشي أو ثنتين مقطوعاته قصيرة ويتصف بوحدة الموضوع اثنين يتصف التصوير بالبساطة والجمال إذن بالنسبة لشعر المرأة راح يقولك ما هي مكانة المرأة بتقول له مكانة إيش كبيرة اتذكر شعر المرأة كانت مكانة شمالها كبيرة طبعا أول إشي هاي مكانة كبيرة وأيضا شاركت في الحياة العامة وإلها عدد من المناصب كاتبة وعالمة وشاعرة وللمرأة كان نفوز سياسي والجواب بسبب أجواء الحرية والانفتاح التي سادت المجتمع الأندلسي الروح لي أمتلي على مكانة المرأة في المجتمع وبدك تحفظ وهذا إيجا سؤال وزارة نظار بنت أبي حيان هاي كانت عالمة في اللغة والنحو والتفسير هذا إيجا سؤال وزارة اثنين ولاد بنتها المستكفي كانت تجمع الأدباء في مجلسها لدراسة الشعر وأيضا المرأة كانت إلها شيء كبير من الحرية والانفتاح والنفوذ السياسي إذا قال لك عدد لي النساء اللي كان إلها النفوذ السياسي مريم وأم إسماعيل وأسماء بنت غالب عدد من النساء المجيدات مطالب إنت في حفظهم مثل حمدة وحسانة وأم الهنى وأيضا حفظها الركنية هاي افتخرت بخطها اتذكر أنها افتخرت بخطها وتميمة بنت يوسف أهم الأغراض الشعرية اللي كانت المرأة بتنظم فيها الشعر ثلاث اتذكر كلمة فمو فبتقول لي الفا يعني فخر الميم يعني مدح الواو يعني وصف تعالوا الروح للمدح ليش المرأة كانت تستخدم المدح الجواب للتعبير عن مشاعر الود والإخلاص ومن أجل تحقيق رغبة ذاتية أو رفع مظلمة طبعا هذول الأبيات نهاية تندال هاي بتدل على ايش على المدح اذا قالك اذكر الغرض بتقول له المدح حمدة بنت أبي زياد المؤدب هاي كانت تستخدم الوصف في وصف وادي آش وهذا نهاية ميم طبعا بالنسبة للغرض الشعري اتذكر الوصف أنا بروح على نهاية الأبيات بعرف مبمون البيت رح تلاقيه بنهاية الدوسية موجود عندك طبعا وادي آش هاي كانت توصف وصفا بارعا كانت النساء تتفيأ به وتظن بأن من شدة جماله ونقائه بأن عقودهن قد انفرطت فيه فيسرعن لتلمس عقودهن المرأة ليش كانت تستخدم الفخر والجواب بسبب حسبها ونسبها وجمالها وأيضا كان متنفسا للتعبير عن كبريائها طبعا ذكر أن الأبيات نهايتهم لام أما حفصة الراكنية هاي افتخرت بخطها قلمي والخط هاي تفتخر بخطها لحفصة الراكنية طبعا وضح الخصائص الفنية بدك تحفظ أن مقطوعات الشعرية قصيرة ويتسب بوحدة الموضوع أيضا يتسب التصوير ببساطته وجماله وخلوه من التكلف وأيضا كذلك يظهر في وصف وادي أش وأيضا شبه ظلال الأشجار بحنو الأم المرضى على طفلها الفطيم وأيضا عندما كانت تميمة شبهت نفسها بالشمس نروح لأسئلة الدرس بقول لك أي كلمة أنا هاي بتدل على إيش على المدح تمام ولا الفخر أكيد بتدل على الفخر إذا أنا بحكي عن نفسي ما بمدح أنا قاعد بفتخر إذا بتحكي عن فلان إنت قاعد إيش بتمدحه فكلمة أنا والله دائما فخر تمام أما إني إليك أبا العاصي هي هنا تحكي مع أبا العاصي فهذا يدل العالمين على المدح هاي الغرض الشار المدح في هاي الأبيات ولادة بنت المستكفي كانت من أجمل نساء الأندلس وولدة بنت المستكفي كان يهواها ابن زيدون وابن زيدون قد مال إلى امرأة غيرها فكتبت له أبيات من الشار بتقول له لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا يعني بتقول له لو تفهم في الحب لي بيننا لم تهوى جاريتي ولم تتخيري أنت روح تهوى مين جاريتي تمام وجنحت وتركت غصنا مثمرا بجماله شبهت نفسها بالغصن المثمر وشبهت غيرها بالغصن الغير مثمرة طلع هي قاعدة بتفتخر بنفسها ولقد علمت بأنني بدر السماء هي شبهت نفسها في بدر في السماء ولكن دهيت لشوقتي بالمشتري وشبهت الجاري أو المرأة بكوكب مين المشتري يعني الأبيات فيها الفخر وفيها تشبيهات شبهت نفسها بالبدر وشبهت غيرها بإيش بكوكب المشتري شبهت نفسها بالغصن المثمر وشبهت غيرها بالغصن الغير مثمر ننتقل لدرس جديد وهما يسمى بالشار الاجتماعي طبعا امتاز المجتمع الأندلسي في ذلك الوقت بإيش بالتنوع الثقافي والتفاعل الاجتماعي وكل الأديان العرب البربر السقالب الإسبان تفاعلوا مع بعض تمام من مختلف العناصر تقوم سياسة حكام الأندلس على التعايش والتسامح واحترام مكونات المجتمع الأندلسي طبعا ما هي مظاهر التعايش بتقول احترام مكونات المجتمع وأيضا مشاركة أتباع الأديان المختلفة المناسبات وأيضا إعطاؤهم حرية العبادة وبناء الكنائس وتبادل التهاني اذكر بعض العادات الاجتماعية في الأندلس الجواب خروج الناس لمراقبة هلال العيد أيضا تبادل التهاني السعيدة وكذلك الأمر عادات الاندلسيين لباس الثياب في الأفراح والأطراح بلبس اللباس الأبيض في الأفراح والأطراح أذكر مظاهر شعر الاجتماعي اتذكر بتقول له هاي تا وميم وهاي كلمة وصف الوصف مرتين بتقول له وصف مظاهر تطور عمراني وصف المهن أما الميم مشاركة المسيحيين أعيادهم وتا تصوير عادات الاندلسيين طبعا المظاهر في كل بيت رح يقول لك شو المظهر بمثله تعال مثلا للمظهر الأول من عادات الاندلسيين في الأفراح والأطراح خروج الناس لمراقبة هلال العيد طبعا اتذكر هاي العيد هاي الناس هاي المؤمن وهاي الصوم هاي الكلمات والهلال هاي بتدلك على عادات من الاندلسيين يعني سهل أني أعرف هاي الأبيات عليش بتدل أيضا كلمة العيد وكلمة هاي حياك فأيضا ألف وعامك قابل هاي بتدل برضو على عادات الاندلسيين في الأفراح والأطراح وخروجهم لمراقبة هلال العيد أما البياض ولبستو هاي تدل أيضا على عادات الاندلسيين لباس الثياب البيضاء في الأفراح والأطراح تعال لك كلمة المهرجان هاي بتدل على مشاركة المسيحيين المهرجان هو عيد من أعياد المسيحية أيضا بتتذكر كلمة السندس الأخضر أيضا الصنابير وكلمة الناس وتهدى به الناس هاي مشاركة المسيحيين مناسباتهم ننتقل للسؤال اللي بعدي وصف المهن هاي كلمة حرفة وهاي كلمة الإبر الخياط هاي بتدلك على الحرف أما بالنسبة لآخر الأبيات لا هاي بتدلك على وين على قصر الزاهي هذا الزاهي يعتبر قصر فهاي وصف مظاهر التطور العمراني هاي في وصف قصر الزاهي في منطقة إشبيليا الخصائص الفنية هاي مشتركة مع شعر المرأة أنه مقطوعات الشعرية قصيرة أيضا يوظف اللغة السهلة والألفاظ الاجتماعية السائدة ليلة العيد والمهرجان والوراقة يميل إلى المعاني البسيطة والصور الشعرية وراح يقول لك مثل ايش بيقول صاحب الوراقة بصاحب الإبرى التي تكسمين ايش الناس وأثر الصوم في الهلال ننتقل لأسئلة الدرس السؤال الأول الكتابة الكاتب يدل على وصف المهن أما القصر يدل على التطور العمراني أما المهرجان وأنا حكيت لك كذا عيد من أعياد مين المسيحية كلمة يهنيك وكلمة الماء وكلمة سوداء وستخلع هاي كلها بتدل على عادات مين الأندلسيين في الأعياد طبعا ننتقل لأش جديد ودرس جديد هو بتكلم عن قضايا من النثر وليس شعر تكلم عن النثر وليس شعر طبعا من أشهر النثر الموجود الرسائل وفن القصة وبدأك تحفظ مين اللي كان موجود منهم ابن العميد أبي حيان التوحيدي والجاحض وابن المقفع شو يعني كتابة تأليفية الكتابة التأليفية هي مجموعة رسائل أدبية تتنوع أهدافها ما بين الترفيه عن النفس وأيضا شرح الحقائق بأسلوب قصصي خيالي تمام؟ اتذكر مصورة أواطفة فيش الناس يعني هذا السؤال بسؤالين شو الهدف من الكتابة التأليفية أو شو تعريفها؟ في عندك رسالتين الرسالة الأولى اسمها رسالة التوابع والزوابع هاي لابن شهيد ورسالة طوق الحمامة لابن حزم شو يعني رسالة طوق الحمامة؟ هاي الرسالة رد بها سائل على ابن حزم سأله من بلدة المرية يسأله عن صفة الحب تمام؟ واحد من منطقة بسأل ابن حزم شو يعني الحب؟ فرد عليه ابن حزم في ثلاثين بابا محللا الحب في نشأته وتطوره ودرجاته طبعا الخصائص الفنية أكيد رح تحفظهم تستخدم عبارات قصيرة بعيدة عن تكلف تعالج عاطفة الحب من منظور إنساني أو مستخدم التسلسل المنطقي وأيضا تستشد بشار والجواب لتوضيح المعنى هاي بالنسبة لرسالة طوق الحمامة الموضوع العام عن الحب الروح لرسالة التوابع والزوابع بسم الله الرحمن الرحيم التوابع مفردها تابع وتابعة وهو الجن أو الجنية تمام؟ أما الزوابع هذا البيك بوست تباحهم رئيس الجن طبعا شو السبب تأليف التوابع والزوابع ابن شهيد لم ينل من أدباء عصره إلا النقد ذكر لكتب الرسالة هاي لم ينل من أدباء عصره إلا النقد فأراد أن يثبت لهم قدرته على الكتابة فاخترع شعراء من الشياطين المشهورين ليسمعهم من شاره والكتاب النابهين تمام؟ حتى يعترفوا قلوب العبقرية والتفوق طبعا إلى من وجه ابن شهيد هذه الرسالة بتقول لأبي بكر وهي شخصية خيالية شو يعني توابع أخذنا؟ هي مفردها تابع وتابع وهو الجن أو الجنية ويتبع الإنسان حيثما ذهب أما زوبعة وهو اسم الشيطان أو رئيس الجن طبعا لأسمية برسالة التوابع والزوابة بتقول جعل عالمها ومسرحها من الجن واتخذ فيما عدا أبطالها من الشياطين كيف انتزع ابن شهيد من التوابع الشعراء الاعتراف له وذلك من خلال عن طريق اتصاله بتوابع الشعراء والكتاب النابهين فأنشدهم وأنشدوه ومنقشوه وناقشوه وعرض في ذلك بعض آرائه النقدية واللغة طبعا أسئلة الدرس هذه عن طوق الحمامة معطيك جزء منها بقول لك أنها تستخدم عبارات قصيرة وأيضا التسلسل المنطقي وتستشد بالشعر هذه الموازنة بين طوق الحمامة والتوابع والزوابة نفس إحنا ما حكينا الفرق بينهم وسبب التأليف وأيضا الموضوع الروح للقصة الفلسفية وهي آخر جزء في الوحدة الأولى من مادة القضايا الفصل الدراسي الأول طبعا هاي الكتابة أو القصص الفلسفية هاي كان كتابة يتخذونه وسيلة للتعبير عن فكرهم وآرائهم وفلسفتهم أذكر مثال قصة حيب النقضان لإبن طفيل هاي القصة بمجملها طفل فقدة أمه في جزيرة في الهند على خط الاستواء تمام وهذا الطفل ربطه ضبية هاي ضبية الحيواني ربط هذا الطفل وكبر معها وتعلم لغة الحيوان بس تعلم لغة الحيوان وكبر معها فقد هذا الطفل أمه الحيواني اللي هي ضبية فبلش يفكر كيف بده يعرف هاي موت أو حقيقة الموت فقام وشق صدرها لمعرفة ما أصابها فاكتشف بأن شي ما قد فارق الجسد طبعا هذا الطفل احنا كنا نشوفه على تلفزيون اهو تمام اسمه ماوكلي أو طرزان هذا الطفل بقول لك كان عايش مع حيوانات وهاي الأم الحيواني ماتت فهو بلش يشق صدرها لمعرفة ما أصابها فاكتشف بأن شي ما قد فارق الجسد وهو الروح طبعا بعد ذلك تعرف على حقيقة الموت وتعرف على حقيقة النار هاي طبعا النار اللي ذكرت في قصة سيدنا يوسف طبعا هاي استخدمها للتعبير عن فكري وفلسفته وأرائه طبعا الضبية فقدت ولدها لربته شو تعلم منها تعلم منها الكثير من الأشياء شون الأشياء؟ ايضا الحكي والمهارات وايضا اكتسب منها المعارف الخصائص الفنية تتأثر بالقرآن الكريم وخاصة القصة سيدنا موسى في ذكر التابوت والنار ايضا الاتماد على التأمل والتفكر في الخلق والكون وهذا واضح عند قوله بعد وفاة الضبية دقة الوصف والسرد والحديث عن تعلم الطفل من وين من الضبية هاي بالنسبة يا طالبي العزيز لأسئلة الدرس للوحدة الأخيرة مثل على خصاص الفنية حي بن يقضان التأثر بالقرآن التأمل والتفكر ودقة الوصف تمام اما بالنسبة للسؤال الأخير بيز بين التوابع والزوابع وحي بن يقضان اول اشي سبب التسمية قلت لك التوابع والزوابع جعل عالمها ومصرحها من الجن اما هاي نسبة الى البطل حي بن يقضان يعني من نفس الجواب الهدف اراد ان يثبت لنظرائه قدرته على الكتابة هذا اراد ان يعرض من خلال القصة فكره وفلسفته وارائه في مين في الكون والوجود وهكذا بنكون احنا انهينا الفصل الدراسي الاول مادة القضايا الوحدي الاولى دمتم بخير محبكم دوما الاستاذ ناصر خوالدي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته